ترجمة نانسي قنقر بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي تشارك العديد من الأجنحة المحلية والدولية في هذا المؤتمر والذي ينعقد على أرض مركز البحرين العالمي للمعارض حيث تشارك العديد من الدول والتي تستعرض ثقافاتها للوفود العالمية التي تشارك في هذا المؤتمر أعرض عندي مجسمات السفن التي نصنعها على المقصات المختلفة والأنواع التي موجودة عندنا بتراثنا البحريني والتراث الخليجي نراوي الوفود التي موجودة عندنا في المؤتمر من جميع دول العالم وهم مستغربين على التصنيع مستغربين على أنواع السفن ويقتنون منها جوين هنا المعارض نمثل ثقافة البحرين وعدنا بعض من القطع الفنية والمباخر نعرضها للوفود العالمية الموجودة في القادمة إلى البحرين إشادات واسعة حظيت بها هذه الأجنحة المشاركة في هذا المحفل البرلماني العالمي ولسيما جناح مملكة البحرين والذي يستعرض ثقافة المملكة بالإضافة إلى تعريف الجمهور بالجهور البرلمانية وشرح حول التسامح والتعايش بين الأديان نحن هنا في هذا المعرض الترويجي لثقافتنا واقتصادنا وحتى ملابسنا التقليدية وأسلوب الحياة في أنغولا فنحن نشعر بالسعادة لأننا نلتقي جميعنا على أرض البحرين من أجل أن ندعو إلى التعايش والتقارب بين الشعوب أنا هنا لحضور التجمع البرلماني وسعيدة جدا بوجودي هنا في مملكة البحرين هذه البلاد جميلة وشعبها ناس طيبون وقد قمت بزيارة عدة منصات مختلفة لدول متعددة هنا في هذا التجمع كالبحرين وإيطاليا يروجون لثقافاتهم وإسلوب عيشهم وكان ذلك مفيد ومثري جدا إن مملكة البحرين بتنظيم هذا الحدث البرلماني الدولي تؤكد عزمها على مواصلة إنجازاتها الدبلوماسية والحقوقية والبرلمانية والتزامها الدائم بدورها المحوري كشريك فاعل في حفظ الأمن والسلم الدوليين وحماية البيئة ودعم تقدم المرأة والشباب وخدمة الإنسانية تتواصل فعاليات الأجنحة المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والذي يعتبر الأهم على مستوى العمل البرلماني في العالم مما يعكس نهج مملكة البحرين في تعزيز التسامح الديني والتعايش السلمي وتكريسه كمبدأ أساسي للحياة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين